أو نهضتك تكون في البحر لأنك تركب خيلك فتكون مركباتك خلاصا توتر قوسك توترا على السحاب قال الرب لتنشق الأرض بالأنهار تراك الأمم فتتمخد وجعا وتتشتت المياه الجارية أعطت اللجة صوتها عند ارتفاع خياله ارتفعت الشمس والقمر وقف في أبراجه تسير سهامك في ضوء سلاحك بغضب تزغر الأرض وبرجزك تزوب الأمم خرجت لخلاص شعبك لتخلص الذي مسحته ألقيت موتا على رأس مخالف النموس وجعلت سآساتهم باطلة وقمت روطاتك حتى الأعناق فتعت رؤوس مخالف النموس من الأقوياء بدهشة يتذلدلون في نفوسهم ويفتحون لجوجه كما يأكل المسكين سرا كما يؤكل المسكين سرا سلبت بخيلك في البحر فتتعكر المياه الكثيرة فحفظت واضطربت بطني من صوت صلاة شفتي دخل الرعب عزامي واضطرب مذاجي تحتي لأني سأستريح في يوم شدتي لأصعد إلى شعب غربتي لأن الشجرة التين لم تسمر بعد ولم تكن ثمرة في القرمة ويكذب عمل الديتونة والحقول لا تصنع طعام فنية الأغنام إذ ليس لها طعام والبقر لا يوجد على المزود أما أنا فاتهلال بالرب وأفرح بالله مخلصه الرب الذي هو قوته ويسبت رجلي إلى النهاية يرفعني على المرتفعات لأغلب تزبحته تبحي لله دائما وأيضا من صلاة يونان النبي بركاته علينا ثم جنوب بركاته كانت تذ Schule I will look again toward your holy temple The water surrounded me even to my soul The deep closed around me Weeds were wrapped around my head I went down to the moorings of the mountain The earth with its bars closed behind me forever Yet you have brought up my life for the pit O Lord my God When my soul fainted within me I remembered the Lord and my prayer went up to you In your holy temple Those who regard worthless idols forsake their own mercy But I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving I will pay what I have vowed Salvation is the Lord Praise to be to God forever Amen I won't find my prayers anymore I wasравств اشتركوا في القناة 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 افتحوا العبواب ليدخل الشعب الحافظ العدل والمتكلم بالحق الممسك البر وحافظ السلام لأنهم توكلوا عليك يا رب إلى الأبد الله العظيم الأبدي الذي أزللت وأنزلت السكان في المرتفعات المدن الحصينة هدمتها وأنزلتها إلى التراب تدوسها أرق الودعاء والمتواضعين طريق الصديقين مستقيمة طريق الصديقين مستعدة لأن طريق الرب عد توكلنا على اسمك وإلى ذكر قد اشتاقت نفوسنا وسبحت لك منذ الله الروح ابتكرت إليك يا الله لأن أحكامك نور على الأرض وتعلم أن تصنع البر يا سكان الأرض والصبح الله تعلم ترجمة نانسي قنقری ترجمة نانسي قنقل ترجمة نانسي قنقل ترجمة نانسي قبل 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 والآن ترجمة نانسي قبل نانسي قبل ترجمة نانسي قبل نانسي قبل ترجمة نانسي قبل نانسي قبل نانسي قبل نانسي قبل ولكن يارب نانسي قبل 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 all things that نانسي قبل 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 اشتركوا في القناة فاندهش وقام بسرعة وقال لعظمائه وخدامه ألم نلقي ثلاثة رجال في وسط أطون النار وهم موثقون فأجابوا وقالوا نعم حقا أيها الملك فقال الملك وذا أنا أرى أربعة رجال محلولين يمشون في وسط النار وليس بهم ضرر ومنظر الرابع يشبه ابن الله حينئذ اقترب نبو خزنصر إلى باب آتون النار المتقدة وقال يا صدراك ويا مساك وعبد ناغو عبيد الله العلي اخرجوا وهلموا نخرج صدراك ومساك وعبد ناغو من وسط النار فاجتمعت الأقطاب والولاه والحكام وعظماء الملك نظروا فرأوا ان هؤلاء الرجال لم تكن النار قوة على أجسامهم ولم يتغير سرويلهم ولم تكن فيها رائحة النار فسجد الملك للرب أمامهم وقال نبو خزنصر الملك نبارك الرب إله صدراك ومساك وعبد ناغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين توكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وزلوا أجسادهم للنار لألا يعبدوا ويسبحوا لإله غير إلههم وأنا أصدر أمرا في كل شعب وكل قبيلة وكل لسان إن كل من يتفوهون بتجديف على الله على إله صدراك ومساك وعبد ناغو يكونون للهلاك وبيوتهم للنهر فإنه ليس إله آخر يقدر أن ينجي هكذا حين أذن أقسم الملك صدراك ومساك وعبد ناغو على أعمال كورة بابل ورفعهم وفضلهم أن يكونوا على كل اليهود الذين في مملكته والصبح لله دائما وما يكونوا على أعمال مرة أقسم الملك سيدين وما يكونوا على أعمال وأنا أقسم وفضلهم أنت وما يتفوه بالله وما يتفوه تم تفيد الملكoke وما يتفوه لست والجنة لعر في الملك موسيقى 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 ليصنع رحمة أبائنا ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام عياتنا وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفره غطاياه بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام والصبح لله بدائماً أبداً من الأعب والإبن الرحم والكدس والله الوحيد أمين من الجيل معلمنا الله كتلم الضطير القصب according to St. Luke is best of you thus all أمين Lord now you are letting your servant depart in peace according to your word from my eyes I have seen your salvation which you have prepared before the face of all people light to bring revelation to the Gentiles and glory to your people Israel glory be to God forevermore أمين from the book of Daniel قصة سوسان و رؤية دنيا للنبي قصة سوسان العفيفة كان في باب الرجل اسمه يواقيم وتزوج بامرأة اسمها سوسان ابنة حرقية جميلة جداً ومتقل الرب كان أبوها صديقين فأدبا ابنتهما على حسب شريعة موسى وكان يواقيم زوجها غنياً جداً وكانت له حديقة تلي داره وكان اليهود يجتمون إليه لأنه كان أوجههم جميعاً وكان قد قيم شيخان من الشعب للقضاء في تلك السنة وهم من الذين قال السيد عنهم أن الأسم قد صدر من بابل ومن شيخ قضاء كان يظن إنهم مدبر الشعب وكان هزان الشيخان ملازمين يواقيم مع كل ذو دعوة ليحكمها بينهم وكان السوسان ما تنصرف الشعب عند الظهر تدخل وتتمشى في حديقة رجلها فكان الشيخان ينظران كل يوم التدخل وتمشي في البستان فكلفا بهواها وأستمعوا قولهما للفساد وأغمضا عينهما لألا ينظرا إلى السماء ولألا يتذكر الأحكام العادرة وكان كلاهما شغفين بها ولم يكاشف أحدهما الآخر بوجده لأنهما كان يخجلان أن يخبران بشهوتهما لأنهما كان يريدان أن يضاجعاها هما الإثنين وكان كل يوم يجدان في التركيب بتشوق لقي ينظرها وقال أحدهما للآخر لننصرف إلى بيوتنا فإنها ساعة الغزاء فخرجا وافترقا ثم عادا والتقيا أثناهما فسأل بعضما بعضا عن سبه جوعي فاعترفا بهواهما وحين يزن اتفقا معنا على وقت يمكنهم فيه أن يخلوا بها وحدها وكان في بعض الأيام بينما هما مترقبان اليوم والموافق إنها دخلت مثل أمس وما قبل أمس تمشي داخل البستان ومعها جاريتان فقط وأرادت أن تقتسل في الحديقة لأنه كان حرا لم يكن هناك أحد إلا الشيخان وهم اختبئان يتملانها فقالت للجاريتان ايتيان بدهن واغلقات أبواب الحديقة لأقتسل ففعلتا كم أمرتهما واغلقتا أبواب الحديقة وخرجتا من أبواب السر للسر لتأتيها بما أمرتا بهما ولم تعلمان أن الشيخين مختبئين هناك فلما خرجت الجاريتان قام الشيخان وهجم عليها وقال لها أهوز أبواب الحديقة مغلقة ولا يرانا أحد ونحن الشغفان بهواك فوافقين وكون معنا وإلا فلنشهد عليك إنه كان معك شاب ولذلك صرفت الجاريتين عنك فتنهدت سوسنة وقالت لقد داق بي الأمر من كل جهة فإن فعلت هذا فهو لي موت وإن لم أفعل فلا أنجو من أيديكما ولكن خير لي أن لا أفعل ثم أقع في أيديكما من أن أخطئ أمام إله السماء وصرخ السوسنة بصوتا عظيم فصرخ الشيخان عليها وأسرع دمى وفتح أبواب الحديثة but her family and friends and all who saw her wept then the two elders stood up in the midst of the people and laid their hands upon her head and she weeping looked up toward heaven for her heart trusted in the Lord the elders said as we were walking in the garden alone this woman came in with two maids shut the garden doors and dismissed the maids then a young man who had been hidden came to her and lay with her we were in a corner of the garden and when we saw this wickedness we ran to them we saw them embracing but we could not hold the man for he was too strong for us and he opened the doors and dashed out so we seized this woman and asked her who the young man was but she would not tell us these things we testify the assembly believed them because they were elders of the people and judges and they condemned her to death then Susanna cried out with a loud voice and said O eternal God who dost discern what is secret who art aware of all things before they come to be thou knowest that these men have borne false witness against me and now I am to die yet I have done none of the things that they have wickedly invented against me the Lord heard her cry and as she was being led away to put to death God aroused the Holy Spirit of a young lad named Daniel and he cried with a loud voice I am innocent of the blood of this woman all the people turned to him and said what is this that you have said taking his stand in the midst of them he said are you such fools you sons of Israel have you condemned the daughter of Israel without examination and without learning the facts return to judgment because they have spoken false witness against her therefore the people returned with haste and the old man said to him come and sit down in our midst and show us since God has given you the honor of old age and Daniel said to them separate these at a distance from one another and I will judge between them and so when they were divided one from the other he called one of them and he said to him you deep rooted ancient evil now your sins have come out which you have committed before judging unjust judgments oppressing the innocent and setting free the guilty though the Lord declares the innocent and the just you must not put to death now then if you saw her declare under which tree you saw them conversing together he said under an evergreen mastic tree but Daniel said truly you have lied against your own head for behold the angel of God having received the sentence from him will split you down the middle and having put him aside he commanded the other to approach and he said to him you offspring of Canaan and not of Judah beauty has deceived you and desire has perverted your heart thus did you do to the daughters of Israel and they out of fear consorted with you but a daughter of Judah would not tolerate your iniquity now then declare to me under which tree you caught them conversing together he said under an evergreen oak tree and Daniel said to him truly you also have lied against your own head for the angel of the Lord waits holding a sword to cut you down the middle and put you to death and then the entire assembly cried out in a loud voice and they blessed God who saves those who hope in him and they rose up against the two appointed elders for Daniel had convicted them by their own mouth of bearing false witness and they did to them just as they had wickedly done against their neighbor so as to act according to the law of Moses and they put them to death and innocent blood was saved on that day but Hilkiah and his wife praised God for their daughter Susanna with Joachim her husband and all her relatives because there had been found in her no disgrace and so Daniel became great in the sight of the people from that day and thereafter glory be to the Holy Trinity our God forever and unto the ages of all ages Amen and so and so اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 وقف أمام كرسي ضبط كل صاريخنا قائلين حالي 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 في حالي الع Pic pró Berباد والدني ف vive DI الحب أهل صفوف الملائك يا رب عملنا بماقذته لنا Our fathers, the apostles, preach to the nations the gospel of Jesus Christ. حرقت أصوتهم إلى الأرض كلها وبالغ ألمهم إلى عبطار المسكونة. إي تني أبشينتن أشوي سن يورتن أبوستولو سب شوي سريئ موتنان ميكو أبولنتين النوبي. أكل غير مضمح اللي جعلها الرب على جاميع صفوف الشهداء. إي سايد وناليبتهم إذا أخذوا رفعجهم لهم. إي سلوات جاميع صفوف الشهداء ربنا عملانا بمغفيرات خطيانا. Your saints bless you and I speak of the glory of your kingdom. ملكون تكي يا إلهي ملكوت الأبدي وربوبياتيك إلاء كل الاجيام. هيتني أبشيلت بفورس ترمفتاني استمروا البورس من ثمين من ثيك غوسب شوي صريع مطمئن بكوين والنفين النوبي السلام ليلي يا النابي المتعفف واليشع تلميزه المختار أممالا يا مريم والأذراء أطلوب إمنون عننا أن يرحم جنسنا A great patriarch, our father of us, a weirdos, whose holy teaching lightened our minds. And all of our fathers who have pleased the Lord, may their holy blessings be a God unto us. And all of our fathers who have pleased the Lord, may their holy blessings be a God unto you. And all of our fathers who have pleased the Lord, may their holy blessings be a God unto you. How much more are the sins of my soul, man, is this before you, my God? We have chosen the public and the adulteress you have saved, and the right hand thief, my Lord, you have remembered. وَأَنَا أَيْضَانِ الْخَاتِيَ سَيِّدِي عَلِّمَنِي أَنْ أَصْنَعْ تَوْبَةً For you do not desire the death of a sinner, but rather that he returns and that his soul may live. رُدَّانَا يَا اللَّهِ لَا خَلَصَكْ وَعَمِلْنَاكَ صَلَحِكَ For you are good and merciful, let your compassion speedily come to us. وَأَرَافْ عَلِنَاكُ لِنَا أَيُّهَا الْرَبُّ الْإِلَامُ خَلِّصْنَا وَرَحَمْنَاكَ عَزِمْ رَحْمَتَكَ Remember those of Christ our Master be among us and proclaim and say سَالَمِ أَنَا أَعْتِكُمْ سَالَمْ أَبِي أَتُرُكَهُ لَاكُمْ بَأَيْئَا نَا أَلْتَكْهِرِينَ يَسْنِنَا نَعِيعَ بَأَيْئَا نَا أَلْتَكْهِرِينَ قَالًا بِي أَنِذِهُلْ وَأَرَمِ وَأَيْا إِنَّانَ كَأْيْا جَيْا صَلَحِنُ وَأَيَا عَرَى سُفْتِرُّهُنْ اِسْكِمْ شَعَيْنِ إما نوه البنوتي خنتن ميتيتينو خنبوه انتهب بيوت نمبنغ مطوه انتهب الزموهرون تيرين انتهبتوفوه انهيت انتهبتالكشون نيشون انتهننم سيشين بننصومات انوش موكوبة فرسوس نبكيوتن عغادوس نمبنغ مطوه جعب عاشكك سوتي ارموت عزيزة موسيقى سلام لجميعكم ولروحك ايضا ايضا نسال الله ايضا بضلكل حبا ربنا ويلينا ومخلصنا ملكنا كلنا يسوع المسيح نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا أباؤنا وإخواتنا نطلب عن أبانا أخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء أباؤنا القدسي راسالي أساقف أبانا أساقف أبانا القموصة أبانا القصوص أخوتنا الشمامسة أبانا الرطان أبانا الأممين وإنياح كل مسيحيين لكي المسيح الآن ينحن فوسو مجمعين في فردوس النائي ونحن أيضا نستعمال أرحمة أخفر لنا خطيئنا يا رب والأحفر Graciously our Lord repose all their souls in the bosom of our holy fathers Abraham, Isaac and Jacob sustain them in green parts and beside still waters in paradise of joy the place out of which griefs are ungrounding and fed away in the light of your saints raise up their bodies also on the day which you have appointed according to your three promises which are without light grant them the good things of your promises that which an eye has not seen nor he has heard neither have come upon the heart of man the things which your God has prepared for them that love your holy name for there is no death for your servants but only a departure and if any negligence or heedlessness has overtaken them as human beings since they were clothed in the flesh and worked in the world as a good lover of mankind graciously I call no Lord to repose and forgive them your servants the Orthodox Christians who are in the world from the east to the west and from the north to the south each one according to his name and each one according to her name for no one is pure and may they are blemished even though they are alive in a single day as for those oh Lord whose souls you have taken repose them may they be worthy of the kingdom of heaven as for us all grant us our Christian perfection that would be pleasing unto you give them us a share and inheritance with all your saints Lord have mercy graciously I call our Lord to give us this night without sin blessed are you O Lord God of our fathers and praised and glorified be in the name forever our men let your mercy be upon us O Lord even as we have set our hope in you for the eyes of everyone wait upon you for you give them their food in due season hear us O God our redeemer the hope of all the regions of the earth blessed are you O Lord teach me your statutes blessed are you O Lord make me to understand your commandments blessed are you O Lord enlighten me with your precepts your mercy O Lord endures forever O despise of the works of your hands Lord you have been our refuge in all generations I said be merciful to me heal my soul for I have sinned against you Lord I have fled unto you teach me to do your will for with you is the fountain of life in your light we shall see light let your mercies come unto them that know you and your righteousness unto the upright in heart to you belongs worship to you belongs praise to you belongs glory of God and Son and Holy Spirit now and forever and ever Amen it is a good thing to give thanks unto the Lord sing to praise unto your name and most high to show forth your loving kindness in the morning and your faithfulness every night and your faithfulness اشتركوا في القناة 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 موسيقى عظم هو رب القوة من سجد الله وحن بيزعان وهو أخبطهم والإصابة يوسف صناتوس نينان غافر كل الخطايا شاف المرضى وبرحما سمعان أجل خلاص أدم صار مسلوبك يوسف صناتوس نينان موسيقى 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 لما بالرحمة إلينا ما أنقصت زادك الفرسان وحل بروح قدسة فينا واحفظ شعبك من كل شرور واجعل البيع في اطمئنا واجعل قدام لابدأ النورا جيوسا صاناتو سنينا ونحن جميعان ذولف وع Blamentى من كل ع قال و الخفر وال estão و生فظ بيترقى ومثلث عن كل عقق اتسى صاناتو سنينا ونحن جميع الظلم وكام الأعمال بالأخوة والغفران والفوت بالنعم والبركة تقيوس الصناتوس مينان إيشوب إيشوب انشاء ربصالي الماري مغستلوه جيبن شويس بكريستوس ريهو ناين من نفسي موسيقى 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 قبط dream موسيقى الا سامنة como تكون أماما قوة حسنا قول إسحاب anyhow ولدي البلد والسلام لك يا ممتلئ نعمة الرب ماكي هل لك يا ممتلئ نعمة الرب ماكي ونعطيك السلام بغرية للمالا لك يا ممتلئ نعمة الرب ماكي ونعطيك السلام لك يا ممتلئ نعمة الرب ماكي كما قلت النامة الرب ماكي ونعطيك السلام لك يا ممتلئ نعمة الرب ماكي ونعطيك السلام لك يا ممتلئ لك يا ممتلئ نعمة الرب ماكي ونعطيك السلام لك يا ممتلئ نعمة الرب ماكي لك يا ممتلئ نعمة الرب ماكي ونعطيك السلام لك يا ممتلئ نعمة الرب ماكي ونعطيك السلام لك يا ممتلئ نعمة الرب ماكي ونعطيك السلام لك يا ممتلئ نعمة الرب ماكي ودعى قدس والأخداس التي فيها نعمة المصفح بالذهب من كلنا يا ممتلئ موسيقى 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 أولوان صالح ومحب الباشار رحمناك عظيم رحمتك هل to you I'm full of grace هل to you who has found grace هل to you who has given birth to Christ The Lord is with you موسيقى 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 من أجلك أيضاً صرنا مسكاناً للروح القدوس الذي حل عليك وقدسك ألتهو Gabriel pronounced saying ألتهو you are full of grace God is with you لأن مسرات الأب كانت في حبالك وظهور الأب كانت في أحشائك the Holy Spirit to give your body O Mary the Theotokos لأجل هذا نعيد نحن أيضاً روحياً ونبوياً مع صرخ مع الملك داود saying arise O Lord to your place of rest and your holy temple which is you O Mary نسأل كذكورنا يدوى الشفيع المؤتمنى أمام ربنا سعى المسر لأغفل لنا خطيانا ألتهو you are full of grace than the Father dove which is not made made the treasure of righteousness أسلام للحمام الحسنى التي بشارتنا بسلام الله الذي صار للبشر ألتهو the mother of the incarnate by his own will and the pleasure of his father and the Holy Spirit أسلام للقست الزابي المخفى فيه المان وعاص الخشب اللوزي التي ضرب بها موسى الصحران ألتهو the full of grace the spiritual table which gives life to all who eat from it أسلام للنا الغير الفاسد الذي للله المواط الشفاء لكل من يشرب منه I start praising with my tongue and proclaiming the honor of this virgin and her praise لأنها فخرنا ورجاؤنا وثباتنا في ظهور إلهنا ربنا يسوع المسيح وراءة من يشرب منه وراءة من أن اوزته ومرتنا في ظهور لك السلام مع غابريال الملقى السلام لك يا ممتليان الرب معك شيرين قوتي بعتن استيقروا إميين اللي تيدي شيرب شوشون تيبن عريق بونان المانوئي تنتيو عريبة مبيو تيبو روص لانتي ستنو نارن بن شويس يسوز بخير سنتيو عريبة مبيو تيبو روص مبارسه مبارسه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والذين يردون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطيهم الباقيات عوض الفنيات السمويات عوض الأرضيات الابديات عوض الزمنيات بيوتهم ومخاذنهم املاعي رب من كل الخيرات أحطهم بقوة ملايكة خرساء ملكتك الأطار وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض يسكرهمهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الظهر الله تتركه معنا يا رب والرحمة يا رحال نسبح مع الملايكة قالين المكدول الله في العالي والأرض السلام وكناس المصرة نسبحك نباركك نخدمك نعترف لك نانتك بمجدك نشكرك من أجل أزمك أيها الرب المالك على السموات الله والآب ضابط الكل والرب والإبن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح الكدس أيها الرب والإله حمد الله رفع خطيئة العالم ارحمنا يا حامل خطيئة العالم اكبت البعضنا إليك أيها الجالس عن يمين أبي يرحمنا أنت واحدك الكدس أنت واحدك العالي يا رب والإسواء المسيح والروح الكدس مكدل الله الآب أمين مباركك كل يوم وسبح اسمك الكدس إلى الأبد وإلى أبد الأبد أمين منذ الليل روحي تبكر إليك يا إلهي لأن أوامرك يا نورنا على الأرض تتواتي في تركك لأنك سرطلي معين باكرا يا ربي تسمع صوتي بالغدات ياكف أمامك وطراني باكرا يا ربي تسمع صوتي بالغدات لأكرا يا ربي تقارك الكدس لأنك تفكر إليك إليك أكرا يا ربي تسمع untرسل لأنك تفكر أهتم تقاريك أقرا يا ربي تسمع ن our father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those trespasses against us lead us not into temptation but deliver us from evil Jesus Christ our Lord for thine is the kingdom and power and the glory forever and ever Amen اشتركوا في القناة 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 موسيقى رب الواحد يا اسوح المسيح ابن الله الوحيد المولود من الهاتف قبل كل الدهور نور من النور الاحق من الاحق مولود غير مخلوق مساوي الهاتف الجوال الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن ببشر ومن اجل خلاصنا دازل من السماء تقسد من الروح الكدس من ورية من اضراء الناس وصلب عنا على افرار صنفتي تعلم اقبر وقامت بين المؤسك اليوم الثالث كما في القدب وصعيد الى السماء وجلس عن يمين ابي وايضا يأتي في مجده ليدين الاحياء والاموال الذي ليس الممكن كذا نعم نؤمن بالروح القدس الرب والمحرد بذك ملال نسجده والمجده مع الاب والاب والاب النور تكفي الانبيان وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمدكرة الخطايا امين اشتركوا في القناة 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 هذا وقد تحققنا أن هذه الوصية ليست بوصية بسيطة بل هي مثال عمل كامل مقتصم بالله لأن العمل بالقول لا تزني ولا تصرق ولا تشهد بالدور مع باقي الوصاية هو لنا حسن منيع تحتمي فيه النفس فتعتز بالسيرة المستقيمة وهو إكليل الانتصار للدعوة السموية فلنقتم وعزة أبينا القديس الأنبأ تنسس الذي أنارع كلنا وعيون قلوبنا في اسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين اشتركوا في القناة 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 why do you sleep alone do not cast us off forever arise for our help and redeem us for your mercy's sake then our mouth was filled with laughter and our tongue with singing then they said among the nations the Lord has done great things for them the Lord has done great things for us whereof we are glad oh Lord have pity and mercy on us and make us worthy to listen to your holy gospel a chapter from the holy gospel according to saint Matthew the evangelist and pure disciple may his blessings be with us now on the next day that followed the day of the preparation the chief priests and pharisees gathered together to pilot saying so we remember while he was still alive how that deceiver said after three days after three days I will rise again therefore command that the tomb be made secure until the third day lest his disciples come by night and steal him away and say to the people he is risen from the dead so the last deception will be worse than the first pilot said to them you have a God go your way make it as secure as you know how so they went and made the tomb secure sealing the stone and setting the God glory to you Lord the truth the truth may his blessings be with us all amen صلبوا مخلصنا على خشبة الصليب وصلبوا معه للصين واحد عن يمينه والآخر على يساره والمسيح في الوسط يغفر الخطايا وكتب بلاطس كتابة على الصليب فوق رأس مخلصنا وكان كل من يمر من هناك قراءة الكتابة أن يسوع هذا ملك اليهود وقال اليهود المخالفين للوالي لا تكتب هكذا إنه ملك اليهود بل اكتب إنه قال هذا أنا ملك اليهود فقال بلاطس لليهود المخالفين ما كتبته قد كتبته وكمل الأمر كتب بالعبرانية والرومانية واليونانية إنه ملك اليهود فصرخ اللص اليمين بصوت عالي قائلاً اذكرني يا رب إذا جئت في ملكوتك فقال له مخلصنا إنك اليوم تكون معي في ملكوته وصار الظلماء في المسكونة كلها لأجل ملك الخليق المعلق على الصليب وصرخ بصوت عظيم نحو أبيه وأسلم الروح في يده فجاء يوسف الذي من الرامة ونيكوذوموس الأرخنين المكرمين وأحضروا معهم طيباً وصبراً وأضعوا معهم تحت جسد الوحيد جاء يوسف الرامي ودخل إلى بلاطس وسأله قائلاً أعطني جسد ربي يسوع لكي يكفنه لتدركني رحمته فكفنا مخلصنا بلفائف كتان مقي ولفا وقهه بمنديل سكب طيباً عن رأسه ووضعه في قبر خارج المدينة وقام من الأموات في اليوم السالس وخلص العالم من خطاياهم لذلك نمجده ونصلخ إليه قائلين مبارك يا ربنا يسوع المسيح لأنك كنت وخلصتنا لذلك نمجده ونصلخ إليه قائلين نمجده ونصلخ إليه قائلين أعطني جسد ربي يسوع المسيح لأنك كلمة الله بذلك قطع كل ربطات قطعنا يا ربنا أسألك عن عبيدك أبا أيضا كنت ضعف يا أولئك من حنيم روس ومجدك كدوس رزقنا رحمتك طعب كل ربطاء خطيئنا كنا يا رب خطأنا إليك بشيء بعلم أبو غير عمزة قلب بالفعل والقول والفكر أبو جميع الحواس انت عارف ضعف البشر كصالح محب للبشر إنم علينا أبو غفران خطيئنا سامحنا حللنا باركنا وطهرنا أبلاءنا من خوفك أنت إلهنا بلي بك المجد الكرام عز وجل أبو غير عز وجل كنا يا رب کا ارض ضعف يا رب لا أبو غير عز وجل بلذهب على قلات عنど بأي يوم million개 tetkap Wir用 الم ANIM فيما ألبقط فير شيعة wallpaper سامحنا إليك تروب من تروح اهم لكux very money سامحنا gan otherان على الجميع أم الأسفل سامحنا يا ملك السلام أعطينا سلامة قرر لنا سلامة أفعلنا خطيانا لك القوة المجد وبركة عزيزة الله ودامين اسمعنا شكائلين يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك أعطينا اليوم أعطينا اليوم أعطينا نحن لا تتنفج لك نجينا الشرية المسيحة صورة لك الملقور شكرا لك شكرا لك سابت ريكا ايوك أغنماتي كنين كاستوصينا ستوني أمين تسبعات صلوات ساعة ثلاثة You can read the Psalms quietly شكرا لك 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا للمشاهدة 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 شكرا 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 للمشاهدة 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 للمشاهدة شكرا 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 للمشاهدة For they shall see God Blessed are the peacemakers For they shall be called sons of God Blessed are those who are persecuted For righteousness' sake For theirs is the kingdom of heaven Blessed are you when they revile and persecute you And say all kinds of evil against you Falsely for my sake Rejoice and be exceedingly glad For great is your reward in heaven Glory to you Gl mediocre O Lord Allahumma is m-a-r-ha-m-a-m-n-g-t-l-an-g-a-d-a-k-a-sir-a-meen كرياليسون 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 موسيقى In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, my God, I mean. As you know, the tradition is that we read the book of Revelations in this night. The book of Revelations is written by St. John the Beloved, the only disciple out of the other disciples that was not martyred. He died of natural death, although he was exiled and he was beaten, considered as a confessor, but he wasn't a martyr. He wrote this book as a result of a vision around the 95 AD when he was in this island, Patmos, which is currently in Turkey, in that region. He was responsible for the diocese, I suppose, or the area within the Turkish area. He had seven bishops with him that he's responsible for, and these are the seven churches that we're going to read. The book is divided in different sections, the book of Revelations. Every section has a beginning and an end, and the message, the core message, is that Christ will always conquer darkness. He will always be victorious over the powers of evil. That's the running theme throughout the book of Revelations. There's many contemplations in it. Please try to research more and more during the year, so the next time when we come around, your mind is clicked on to the right understanding as we read it. حَلُونَيْهَا بَيْهَا In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, Amen. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass. He sent and revealed it by his angel unto his servant John, who bore witness of the word of God and of the testimony of Jesus Christ, and of all the things that he saw. blessed is he that reads, and they that hear the words of the prophecy, and keep those things which are written therein. For the time is at hand. John to the seven churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him who is and who was and who is to come, from the seven spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loves us and washed us from our sins in his own blood, and has made us a kingdom and priest unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, he comes with clouds. Every eye shall see him. And they also have pierced him. All the tribes of the earth shall wail because of him. Even so, Ameen, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord who is, who was, and who is to come, the Almighty. I, John, who also am your brother and companion in tribulation, and in the kingdom of, and patience of Jesus Christ, was in the island, in that, that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ. I was in the spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet, saying, I am the Alpha and the Omega, first and the last, and what you see, write in a book, and send it unto the seven churches, which are in Asia, unto Ephesus, unto Smyrna, unto Pergamos, unto Thyatira, unto Sardis, unto Philadelphia, and unto Laodicea. And I turned to see the voice that spoke with me, and being turned, I saw seven golden lampstands, in the midst of the seven lampstands, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, girded about the breast with a golden belt. His head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were a flame of fire, and his feet like unto his fine bronze, as if they burnt in a furnace, and his voice as a sound of many waters. And he had in his right hand seven stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shines in its strength. And when I saw him, I felt at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. I mean, and I have the keys of the heads and of death. Write the things which you have seen, and the things which are, and the things which shall be thereafter. The mystery of the seven stars which you saw in my right hand, and the seven golden lampstands. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven lampstands which you saw are the seven churches. And to the angel of the church of Ephesus write, This thing says he that holds the seven stars in his right hand, who walks in the midst of the seven golden lampstands. I know your works and your labor and your patience, and how you cannot bear them who are evil. And you have tried them who say they are apostles and are not, and have found them liars, and have endured and have patience, and for my name's sake have labored and have not fainted. Nevertheless, I have somewhat against you, because you have left your first love. Remember therefore from where you are falling and repent. and do the first works, or else I will come unto you quickly, and remove your lampstand out of its place, except you repent. But this you have, that you have hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He that who has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him that overcomes, will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. And unto the angel of the church in Smyrna write, These things say the first and the last, who was dead and is alive. I know your works and tribulations and poverty, but you are rich. And I know the blasphemy of them who say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which you will suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried, and you shall have tribulation ten days. Be faithful unto death, and I will give you a crown of life. He that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. He that overcomes shall not be heard of the second death. and to the angel of the church in Bergamon write, This thing says he who has the sharp sword with two edges. I know your works and where you dwell, even where Satan's throne is, and you hold fast my name, and have not denied my faith, even in those days when Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwells. But I have few things against you, because you have there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat the things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So have you also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which things I hate, repent, or else I will come unto you quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. He that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. to him that overcomes will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knows except him who receives it. And unto the angel of the church in Thyatira write, these things says the Son of God, who has his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine bronze. I know your works, and love, and service, and faith, and your patience, and your works, and the last to be more than the first. Nevertheless, I have few things against you, because you allow that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat single sacrifice unto idols. And I give her time to repent of her fornication, and repent it not. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he who searches the minds and hearts. And I will give unto every one of you according to your works. But unto you I will say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and who have not known the depth of Satan, as they say, I will put upon you no other burden, but that which you have already hold fast till I come. And he that overcomes and keeps my works, and to the end, to him will I give power over the nations, and he shall rule them with a rod of iron. as the vessels of a potter, shall they be broken to pieces, even as I received of my father. I will give him the morning star. He that has an ear, let him hear what the Spirit is unto the churches. ma'ala hu'udhu na'i l-sama'i fa'li asma'i ma'ala hu'udhu na'a efi na'i أن لك إسما أنك حي وأنت ميت كن سهرا وشدد ما بقى الذي هو عتيد أن يموت لإني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله فأذكر كيف أخذت وسمعت وأحفظ وطب فإني إن لم تصهر أقدم عليك قلص ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك عندك أسماء قليلة في سردس لم ينجثوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون من يغلب فذلك سهل بالثياب بيضا ولن أمح اسمه من سفر الحياة وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته من له أذنا فليسمع ما يقوله الروح للكنائس وقتك إلى ملاك الكنيسة التي في فلادلفيا هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح أن عارف أعمالك هانذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلماتي ولم تنكر اسمي هانذا أجعل الذين في مجمع الشيطان من القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل يجذبون هانذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض ها أنا آتي سريعا تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك من يغلق سأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي والشريم الجديدة من نازل من السماء من عند إلهي واسم الجديد من له أذن فليسمع ما يقوله روح لكناسي من له أذناني لسامعي فليسمع ما يقول الروح لكناسي وأكتب إلى ملاء كنيسة الله ودكين هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بداية خليقة الله أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا ليتك كنت باردا أو حارا هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان أشير عليك أن تشتري مني زهبا مصفة بالنار لكي تستغنى وثيابا بيضا لكي تلبس فليظهر خزي عريتك وكحل عينيك بكحل لكي تبصر أني كل ما أحبه وأبخه وأدبه فكن غيورا وطب ها أنا دا واقف على الباب وأقرأ إن سمع أحدا صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكناز بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء والصوت في الأول الذي ثمعت كبوق يتكلم معي قائلا اسعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس وكانت جالس في المنظر شفه حجر الياشف والعقيق وقوس القزح حول العرش في المنظر شفه الزمرد وحول العرش 24 عرشا ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متتربلين بثياب بيض على رؤوسهم أكليل من زهر ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله وقدام العرش بحر زجاج شفه البلور وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملؤة عيون من قدام ومن وراء والحيوان الأول شفه أسد والحيوان الثاني شفه عجل والحيوان الثالث له وجه إنسان والحيوان الرابح شفه نسر طائر والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها ومن داخل مملؤة عيون ولا تزال نهارا وليل قائلة كدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن الذي يأتي وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكراما وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين يخروا الأربعة وعشرون شيخا قدام الجالس على العرش ويجدون للحي إلى أبد الآبدين ويطرحون أكالي لهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت تأمل بسريع بالنسبة للأربع مخلوقات القرم التجسدين دول هتلاقوا أنه في شبه إنسان شبه التور وأبعدين الأسد وأبعدين النسر دي من بداية القليق ربنا حاط فيها خلاص البشرية شبه الإنسان الله يتجسد والتور اللي هو الزبيحة والأسد اللي هو كام بين الأموات والنسر اللي هو الصعود From the very beginning God had planned and for us our salvation You see the full living creatures man, ox, lion and the eagle This is our salvation The man incarnation of the Son of God The ox is the offering the sacrifice and then the lion is the resurrection and the eagle is his ascension into the heavens And I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back sealed with seven seals Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice Who is worthy to open the scroll and to loose its seals And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it So I wept much because no one was found worthy to open and read the scroll or to look at it But one of the elders said to me Do not weep Behold the lion of the tribe of Judah the root of David has prevailed to open the scroll and to loose its seven seals And I looked and behold in the midst of the throne and of the four living creatures and in the midst of the elders stood a lamb as though he had been slain having seven horns and seven eyes which are the seven spirits of God sent out in all the earth Then he came and took the scroll out of the right hand of him who sat on the throne Now when he had taken the scroll the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the lamb each having a harp and golden bowls full of incense which are the prayers of the saints And they sang a new song saying You are worthy to take the scroll and to open its seals for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue of people and nation and have made us kings and priests to our God and we shall reign on the earth Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne the living creatures and the elders and the number of them was ten thousand times ten thousand and thousands of thousands saying with a loud voice Worthy is the lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honour and glory and blessing and every creature which is in heaven and on earth and under the earth and such as are in the sea and all that are in them I heard saying Blessing and honour and glory and power be to him who sits on the throne and to the lamb forever and ever Then the four living creatures said Amen and the twenty-four elders fell down and worshipped him who lives forever and ever and when I saw الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم وانظر فخرج فرس أحمر فخرج فرس آخر أحمر والجالس عليه أعطى أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل يقتل بعضهم بعضا وأعطى سيفا عظيما ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلم وانظر فنظرت وإذا فرس اسود والجالس عليه معه ميزان في يده وسمعت صوتا في وسط الأربعة حيوانات قائلا ثمانير قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار وأما الزيت والخمر فلا تدرهما ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلم وانظر فنظرت وإذا فرح السن أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه وأعطيه سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نكوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض فأعطوا كل واحد سيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقائهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم ونظرت ولما فتح الختم السادس الزلزلة العظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذ هزتها ريحا عظيمة والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل وجزيرة تزحزحها من موضعهما وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صقور الجبال وهم يقولون للجبال والصقور اسقط علينا واخفينا عن وك الجالس على العرش وعن غضب الحمل لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف ومن يستطيع ومن يستطيع عشر ألف مفتور من سبت رحم وبيسنا عشر ألف مفتور من سبت جاه عشر ألف مفتور من سبت رحم وبيسنا عشر ألف مفتور من سبت رحم وبيسنا عشر ألف مفتور من سبت شع ، عشر ألف مفتور اللعجين مفتور عشر ոbie رحم في الآن ألف مفتور ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ثم بوك الملاك الثاني فكان جبلاً عظيماً متقداً بالنار فكأن جبلاً عظيماً متقداً بالنار ألقي إلى البحر فصير ثلثة البحر دمًا ومات ثلثة الخلائك التي في البحر التي لها حياة وأهلك ثلثة السفن ثم بوك الملاك الثالث فسقط من السماء كوكبًا عظيم متقط كم إصباح ووقع على سلثة الأنهار وعلى ينبيع المياه وإسم الكوكب يضع الإفسنتين فصار سلثة المياه إفسنتيناً ومات كثيرون من المياه لأنها صارت مرة ثم بوك الملاك الرابع فضرب سلثة الشمس وسلثة الكامر وسلثة النجوم حتى يظلم سلثهن والنهار لا يضيء سلثة هو الليل كذلك ثم نظرت وسمعت ملاكاً طائراً في وسط السماء قائلاً بصوت عظيم ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواك الثلثة الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوكوا سلثة أبواك الشمس وسلثة أبواك الثلثة أنها يدع جيب والFin فالواديك مشكلة الفاتح والمكوى الفاتح في عاني شخawهم رحافية واب learner عاني ‫ LOVEW patternsاني انه الارح بالمكوى كوينه كان مكوانه ترجمة نانسي قنقر 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 see nor not hear nor walk and they did not repent of their murders of their sorceries of their sexual immorality or their thefts ثم رأيتم لكا آخر قوية One 56 متسربلاً بسحبة وعلى رأسه كوس قزح ووجهه كالشمس ورجله كعمود نار ومعه في يده سفر صغير مفتوح فوضع رجله اليمنى على البحر واليسر على الأرض وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد وبعدما صرخ تكلمت الرؤود السبع بأصواتها وبعدما تكلمت الرؤود السبع بأصواتها كنت مزمعاً أن أكتب فسمعت صوتاً من السماء قائلاً لي اختم على ما تكلمت به الرؤود السبع ولا تكتبه والملاك الذي رأيته واقفاً على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الأبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه أن لا يكون زمان بعد بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضاً سر الله كما بشر عبيده الأنبياء والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضاً وقال اذهب خذ السفر الصغير المفتوح من يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض فذهبت إلى الملاك قائلاً له أعطني السفر الصغير فقال لي خذه وكله فسيجعل جوفك مرّاً ولكنه في فمك يكون حلواً كالعسل فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته فكان في فمي حلواً كالعسل وبعدما أكلته صار جوفي مرّاً فقال لي يجب أن تتنبأ أيضاً على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين فسينان المترجم للقناة 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 الأمم من خمر غضب زناها ثم تبعها ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في جأس غضبه ويعذب بنار وكبريت أمام الملائك الكديسين وأمام ويسعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين ولا تكون راحة النهار وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمته اسمه هنا صبر القديسين هنا الذين يحفظون وصي الله وإيمان يسوع وسمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب طوبة للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن نعم يقول الروح لكي يستريح من أتعابهم وعمالهم تتبعهم ثم نظرت وإسحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه إنسان له على رأسه إكليلا من ذهب وفي يده منجل حاد وخرج ملاك آخر من الهيكل يسرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة أرسل منجلك وأحصد لأنه قد جاءت الساعة للحصاد إذ قد يبس حصيد الأرض فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء معه أيضا منجل حاد وخرج ملاك آخر من المسبح له سلطان على النار وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا إرسل منجلك الحاد واكتف عنقيد كرم الأرض لأن عنبها قد نضب فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيم وضيسة المعصرة خارج المدينة فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل لمسافة ألف وستمائة غلوة ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 ثم سكب الملاك الثاني جامعه على البحر فصار دما كدم ميت وكل نفس حية ماتت في البحر ثم سكب الملاك الثالث جامعه على الانهار وعلى ينبيع المياه فصار الدما وسمعت ملاك المياه يقول عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون لأنك حكمت هكذا لأنهم سفقوا دم قدسين وانبياء فعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون وسمعت آخر من المزبح قائلا نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء حقه عادلة هي أحكامك ثم سكب الملاك الرابع جامعه على الشمس فعطيت أن تحرك الناس بنار فاحترك الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله الذي له السلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوا مجد ثم سكب الملاك الخامس جامعه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم ثم سكب الملاك السادس جامعه على النهر الكبير الفرات فنشف ماءه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفاضع فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء ها أنا آتي كالصم توبى لمن يصهر ويحفظ ثيابه لألا يمشي عريانا فيروا عريته فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هارماجدون ثم سكب الملك السابع جامه على الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا قد تم فحدثت أصوات ورعود وبروق وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا وصارت المدينة العظيمة سلاسة أقسام ومدن الأمم سقطت وباب العظيمة زكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط سخط غضبه وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس فجدف الناس على الله من ضربة البرد لأن ضربته عظيمة جدا والمبدو لله فجدف الناس على الأرض فجدف الناس على الأرض وشكرا في الناس على الناس في المتابع وشكرا 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 بالمتابع سعيدة محيطة وحيطة بصم فجوة الثانية وكرة صراحة وفيها موجودة موجودة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والحديد والمرمر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر على الأرض After these things I heard a loud voice of a great multitude in heaven saying Alleluia 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 Salvation and glory and honor and power belonging to the Lord our God the true and righteous are his judgments because he has judged the great harlot who corrupted the earth with her fornication and he has avenged on her avenged on her the blood of his servants shed by her again they said Alleluia 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 المترجم للقناة 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 من الله ليجمعهم المترجم للقناة الذي من وجهه المترجم للقناة 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 The construction of the wall was of jasper, and the city was pure gold, like clay glass. The foundations of the city of the wall were adorned with all kinds of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony. 是要以由 us des Baronville, the where we have to get rid of gold. Theähän called the Sternan, the Fifth jungle were made with gold. The second foundation wasningen of silver. The last foundation floor over the wall was great to cover gold, the center of it was مرحام المرديّة ومخلصنا في وسطها يضع الكليل على أورس الذي لا يحيبناه The fourth emerald, the fifth Sardonyx and the sixth Sardius The fourth foundation was emerald The fifth foundation was our Sardonyx The sixth foundation was our Sardius Heavenly Jerusalem filled with precious earth Heavenly Jerusalem illuminated with the light of our God exalted Jerusalem redeemed through the blood of the Lamb and our Saviour in its midst placing crowns on the heads of the Sardinx The seventh Chrysalite the eighth Beryl and the ninth Topaz and the fourth foundation is the seventh foundation and the eighth foundation is the sixth foundation الأساس التاسع يأخذ أصفر أوروشاليم السمائية بحضار كريمة مبنية أوروشاليم السمائية بنور إلهنا موضعة أوروشاليم السمائية بنور إلهنا مردية ومضلسنا في وسطها يضع أكلي على رؤوس الذين يحبونه The tenth cry so praise, the eleventh adjacent, and the twelfth amethyst The tenth foundation was cress of grace The eleventh foundation was jasim The twelfth foundation was manifest ترجمة نانسي قنقر 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 الأول والآخر ترجمة نانسي قنقر أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس أنا أصل وزرية داود كوكب الصبح المنير والروح والعروس يقولان تعالى ومن يسمع فليقول تعالى ومن يعطش فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياه مجانا لأني أشهد لكم لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريعا أمين تعالى أيها الرب يسوع نعم أتربنا يسوع المسيح نعم أعجميكم أمين The prayers of the ninth hour May its blessings be with us all Amen In the Psalms of our teacher David the prophet and king May his blessings be with us all. Amen. May his blessings be with us all. Truly you are God who hide yourself, O God of Israel, the Saviour. They shall be ashamed and also disgraced, all of them. They shall go in confusion together, who are makers of idols. While Israel shall be saved by the Lord with an everlasting salvation, you shall not be ashamed or disgraced forever and ever. For thus says the Lord, who created the heavens, who is God, who formed the earth and made it, who has established it, who did not create it in vain, who formed it to be inhabited. I am the Lord and there is no other. I have not spoken in secret. In a dark place of the earth, I did not say to other. I have not spoken in secret. I did not say to the seed of Jacob, seek me in vain. I, the Lord, speak righteously. I declare things that are right. Assemble yourselves in this cup. Draw a knee and declare things are right. You who have escaped from the nations, they have no knowledge, who carry the wood of their carved image and pray to a God that cannot save. Glory to you and the Holy Spirit. Also from Jeremiah the prophet, may his blessings be with us. Thank you very much. أكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا ولا يعلمون بعد كل واحد أهل عشيرته وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب لأني أصفح عن ظلمهم ولا أذكر خطياتهم منذ الآن مجد للسلوس القفى اشتركوا في القناة 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 الى الحق اشتركوا في القناة 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 آمين 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 للمشاهدة 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 المترجم للقناة 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 إله الحق الكائن قبل الذهور والمالك إلى الآن أبد الساكن في الأعالي والناظر للمتواضع هذا الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه إيها أب ربنا وإلهنا ومخلصنا ملكنا كلنا يسوع الماسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى ما ليورى الجالس على عرش مجد المسجود له من جميع القوات المقدان أيها القلوس قفوا الذي يقف أمام الملائك الرأساء الملائك الرأسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوات وإلى الشعر قنظره أنت هو الذي يقف حولك الشعر بهم الممتليون أعيونا والسرافيم ذو السيتة الأجنحة يسبحونا على الدوام وبغير سكوت قائل اي 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 لين نانسي السيتة الأجنحة يسبحونا على الدوام رب الصباح السماء والأرض مملوء تاني من مجدك الأقدس آجيوس 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 قدوس 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 بالحقيقة يا رب اللهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النائم وعندما خالفنا صياتك بهواية الحياة سقاطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النائم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعادتنا دائما بأنبياءك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن القلوس في الظلمة وضلالي الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلص نسو على المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العادر القدس ومن العادر آجيوس 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 شكرا للمشاهدة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 بishops who are in her foremost remember O Lord our blessed and honoured Father the Archbishop our Patriarch Pope Abba Tawadras II and his partner in the Apostolic Liturgy our Father the Bishop Amber Daniel Lord have mercy and those who rightly handle the word of truth with him grant them unto your holy church to shepherd your flock in peace remember O Lord the Orthodox hegemens priests and deacons Lord have mercy and all the servants all who are in virginity and the purity of all your faithful people remember O Lord to have mercy upon us all have mercy upon us all have mercy upon us all Lord the Father the Pantop ترجمة نانسي قنقر 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 for the sake of the poor of your people, the widow, the orphan, the traveller, the stranger, and for the sake of us all who entreat you and seek your holy name. For the eyes of everyone wait upon you, for you give them their food in due season. Deal with us according to your goodness. O you who gives food to all flesh, fill our hearts with joy and gladness, that we too, having sufficiency in everything always, may abound in every good deed. Lord, have mercy You remember, O Lord, those who have brought unto you these gifts, those on whose behalf they have been brought, and those by whom they have been brought. Give them all the heavenly Pray for these holy and precious gifts, our sacrifices, and those who have brought them. Lord, have mercy Zing all the winter kingdom ترجمة نانسي قنقر 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 وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا القارئ نانسي قنقر 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 آمين نانسي قنقر 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 المترجم للقناة 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 شكرا المترجم للقناة شكرا شكرا أصل من بشارة الإنجلي لمعلمنا مالوك البشير التلميذ الطائر بركاته على جميعنا وفي أول الأسبوع باكرا جدا أتينا إلى القبر وقد أحضرنا الحنوط التي أعددناها ومعهن نسوتان أخريات فوجدنا الحجر مضحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب ياسوح وفيما هن متحيرات من أجل هذا إذا رجلان واقفا بهن في ثياب براقتين تصرنا في خوف ونكسنا وجوههن إلى الأرض فقال لهن لماذا تطلبنا الحيا بين الأموات ليس هو هاهنا لكنه قام أذكرنا كيف كلم كنا وهو في الجليل قائلا أنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي ناس خطى ويصلاب وفي اليوم الثالث يقوم فتذكرنا كلامه ورجانا من القبر وأخبرنا الإحدى عشر وجميع الباقيين بعز كله وكانت مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي كن هذا الرسلي فطرأ لهم هذا الكلام كالهديان ولم يصدقوهن فقام بطرس وركض إلى القبر وتطلع إلى داخل فرالك فان وحدها فمضى إلى بيته متعجبان من مكان وان مكتول الله شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر 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 إلهي بالنار أصرخ إليك فهلا تستغيب لها وفي الليل ولم يكن ذلك جهل مني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 In the tomb, are you alive or are you dead? You are alive forever. The prophet David spoke of you, saying, you'll never decay. Convinced that your death will be like those who are asleep. You are the living, you are coming to take those who believe. To your throne, to your glory, to your kingdom forever. You who sleeps, you who sleeps, you who sleeps in the tomb. Are you alive or are you dead? You are alive forever. I'll wipe every tear from the eyes of those who believe in me. I'll gird myself and serve you with victory, my shame. Our souls long for you who sleeps in the tomb. Will you rise and return to us, or will you never come back? I have finished my saving work, as was written in the scriptures. Your redemption was not complete, till I bore death and suffered. You who sleeps, you who sleeps in the tomb. Are you alive or are you dead? You are alive forever. Let us leave all tears behind, and remove all our enemies. I defeated our enemies. I will rise and set you free. He whose hands are fierce is risen. Risen is the King of Peace. Pouting to shame the sting of death. Truly risen King of Glory. You who slept, you who slept, you who slept, you who slept. in the tomb. You are alive. You are alive. You are alive. You are alive forever. ever. Oh I am alive if God is alive. Oh I am alive, oh I am alive, oh I am alive. In the tomb, you are alive. You are alive, Giant is alive. You are alive,ily sweet. You are alive in the womb. يوم صلبي قد صمت في حضوء وسكاتكم سريعان يا حبيبنا العادي قالوا مات المصابون في انتظارك والحزانة يطلبك ما لنا غيرك معازي ما لنا غيرك ملوك يا لعظاركم تعالى وانظر الأمر العقيم يا سعي اللازي اقامك امتو على صليم يا نايم يا نايم يا نايم في القبور انت حيور والغميت أنا حيور للدهور قال عني النبي داود إني لما رفساد متأكد بأن موتيا يشبه الرقال أنا حيو أناتي لاختطاف المؤمنين إلى عرشي إلى مجدي حيث كل الكندسين آيا نايم آيا نايم آيا نايم في القبور أنت حيو واللميين فأنا حيو للدهور موسيقى 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 شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة